اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح الصابون البلدي هو اسم يطلق على افضل انواع الصابون على الاطلاق وقد عرف منذ القدم ويحضر بشكل طبيعي في المنازل على ايدي ربات البيوت تشتهر فلسطين في صناعة هذا الصابون خاصة مدينة نابلوس حيث انه يطلق عليه اسم الصابون النابلسي وتكثر صناعته في موسم الزيتون هناك طرق عديدة يمكن اتباعها لصناعة الصابون البلدي في المنزل وسنتعرف على اهم هذه الطرق واكثرها اتباعا في البداية نحتاج لصناعة الصابون البلدي الى المقادير التالية زيت زيتون صاف وماء حسب الحاجة ومدت الصودة الكاوية ونبتات عطرية كالغاز او القيسوم او اللافندر لاضافة الرائحة المرغوبة بها للصابون ووعاء من الحديد لصناعة الصابون على ان يكون مناسبا لتحمل درجات الحرارة العالية قالب من الخشب لصب الصابون بعد تجهيزه واداء خاص لتقطيعه بعد جفافه كالسكين الحادة والكبيرة طريقة التحضير يوضع الوعاء الحديدي على الغاز ويوضع فيه الماء حتى يغلي ثم تضاف مادة الصودة مع الحذر الشديد من عدم ملامستها للجسم لانها مادة حارقة وتحرك حتى تذوب في الماء تماما نضيف زيت الزيتون ونستمر بالتحريك حتى يتمازج الخليط ثم نضع العشبة الاطرية في قطعة قماش نظيفة ونضعه في المزيج ونترك المزيج يغلي ونرفع الخليط عن الغاز ونتركه جانبا لمدة عشر ساعات ثم نعيد الخليط مرة اخرى الى النار ونحرقه حتى نتأكد من نضوجه وذلك من خلال سهولة ادخال السكين فيه واخراجها ثم نصب الخليط في القالب الخشبي المحضر ونقطعه حسب الشكل المرغوب به واخيرا نضع القالب الخشبي في جو بارد حتى يجف الصابون تماما ثم يتم اخراجه من القوالب واستخدامه بشكل مباشر انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر